هي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية رضي الله عنها عرفت بأم المساكين لبرها بهم وكثرة إطعامها إياهم في الجاهلية والإسلام وهي أخت أم المؤمنين ميمونة لأمها كانت تحت عبد الله بن جحش رضي الله عنه تزوجها سنة ثلاث للهجرة فلما قتل يوم أحد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تلبث عنده إلا شهورا وتوفيت رضي الله عنها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع في شهر ربيع الأول سنة أربع للهجرة فكانت أول من دفن بالبقيع من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ترجمة نانسي قنقر